السؤال لماذا يرفض أو لماذا يرفض فكرة يسوع أنه ابن الله طبعا مشاهدين طبعا عنا مشاهدين كتار من كل الدول العربية من أوروبا ومن كل مكان وكل شخص عنده فكرة خلينا أبتدأ بالمسيحيين كتير من المسيحيين عندهم أفكار مغلوطة عن هذا الموضوع موضوع المسيح ابن الله نؤمن بهذا الموضوع أو بابن الله لكن معنا الفكر أو الدلالة الروحية والبعد الروحي ما وراء هذا الموضوع اللي بيقود الإنسان إلى الخلاص وطبعا الشريحة الأكبر من مشاهدين في الشرق الأوسط اللي هم طبعا أحبائنا المسلمين أحبائنا المسلمين كمان عندهم أفكار مغلوطة بالنسبة لتفسيرنا أو النظر إلى فكرة المسيح ابن الله فكتير مرات بهاجمونا لعدة أسباب أحيانا بهاجمونا لسبب الجهل وأحيانا تبقى مقصودة يعني ولسيما من القيادات اللي بيعرفوا القيادات اللي بيعرفوا شو المسيحية أو شو الكتاب المقدس بيعلم عن هذا الموضوع لكن لأسباب مغرضة طبعا بشهره في الموضوع أو بيعلمه معلومات مغلوطة لأغلبية الناس فبتأخذ فكرة مغلوطة عن إيماننا بالمسيح كابن الله طبعا بالنسبة للمسلمين لو أردنا أن نقول أنه هكذا يقول الكتاب المقدس فعلى طول بقوله محرف كأنه عمله نوع من الحماية أو الدفاع على أي شيء لأنه إذا الوصول إلى الحق الحق يحرر ويقود إلى معرفة يسوع المسيح ولهذا السبب كتير هي حرب روحية طبعا مش مع البشر ولا مع الإسلام لكن حرب روحية في السمويات فالفكرة طبعا بالنسبة للمسلم يعني في كده آية أقتبس باختصار شديد قول المسيح أنت قلت للناس اتخذوني وأم إلهين من دون الله والآية الثانية اللي دائما تستخدم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفء أحد وطبعا الفكرة الثالثة أنا يكون له ولد أو صاحبة المقصود زوجة هل سمعت أي مسيحة واليوم تعداد المسيحيين في العالم حوالي 2.5 مليار نسمة تتألف من ثلاث مجموعات الكنيسة الكاتولوكية الكنيسة الأرتوكسية والكنيسة البروتستانتية مع الإنجلية اللي هي لها فئات عديدة هل من الثلاث فئات الكبيرة مليارين ونص سمعت أي واحد يؤمن بالمسيح بالتزاوج وأنه الله سبحانه تعالى حاشة أن يكون عنده صاحبة عنده زوجة مين أي مسيحة في الدنيا فكر في هذا الموضوع فإذن الظاهر يعني هو بيكلم جماعة إحنا ما منعرفهم بس هاي مش الإيمان المسيحي ولا مرة كان الإيمان المسيحي أنه نؤمن الله الآب الله الإبن ومريم يعني الزوجة حاشة يمكن فيه بالجزيرة العربية في القرن الخامس السادس في بدعة طلعت بسمها البدعة المريمية عدد قليل وطردتها الكنيسة للجزيرة العربية فلربما بيكلموا هذه المجموعة لكن هذه تعتبر هرتقة بدعة يرفضها المسيحيون رفضا قاطعا رفضا باتا فإذن حاشة أن نقول أنه الله عنده زوجي الله عنده صاحبي أنه الله يلد كأنه فيه زواج جسدي هاي الفكرة الجسدانية في المسيحية مرفوضة رفضا باتا ولا فكرة أنه المسيح مخلوق لأنه إذا آمننا بهذه الطريقة في كل فكر الفداء كل الكتاب بعهديه بالنبوات في شخص المسيح الكامل في كل الإعلانات معناته فيه شيء غير صحيح ترجمة نانسي قنقر